وثقت كاميرا قناة بلقيس حجم الدمار الذي حل بالسجن المركزي في محافظة عدن إذ لم يتبقى فيه سوى 45 سجينا من بين آلاف السجناء مراسلنا في عدن آدم الحسامي زار السجن ووفانا بالتقرير التالي منشأة أخرى من أهم منشآت الدولة ما زالت شاهدة على عبث المتمردين السجن المركزي في عدن لم يشهد منذ تأسيسه قبل 60 عاما مثل هذا التخريب الذي وثقته كاميرا قناة بلقيس في زيارة لن تقد لها مثيلا في أي سجن في العالم فر منه نزلاؤه بمساعدة القائمين على حراسته وجود لأناس غير آمنين على السجن تم من خلاله هروب السجناء تم من خلاله نحب السجن تم من خلاله سرقة السجن تم من خلاله العبث في الأشياء الخاصة بالسجن إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة ومن آلاف السجناء لم يتبقى سوى 45 نزيلا رفضوا عملية الهروب التي سهلتها قوات الأمن المركزي وهي القهة الرئيسية المتهمة بفتح أبواب السجن ومشاركة المجرمين في عملية نهب محتوياته وإطلاف وثائقه قبل الدخول للحوطة بيومين أو ثلاثة أيام بمساعدة زي ما قلنا الأمن المركزي لأنه بدأ الهجوم على الأمن المركزي في ذاك اليوم والجمعات بدأوا يعملوا مشاكل كيف يثيروا المشاكل؟ اللي لازم خاصة في السجن على أن شبابا من المقاومة تداركوا بقيادة رجال أمن مخلصين ما تبقى من هذه المنشأة التي تحتاج إلى إمكانيات كبيرة لإعادة تأهيلها إن لم يكن إغلاقها ونقلها إلى خارج المدينة المقتضة بالعمران أنا أرى أن السجن هذا لابد أن ينقل إلى سجن آخر وفي مكان خالي ويعيش السجناء المتبقون أوضاعا إنسانية صعبة ويحكون من خلف الكاميرا كيف توفى إثنان من زملائهم بحمى الظنك المنتشرة في المدينة فضلا عن نقص الخدمات الأساسية مناشدين بذلك الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية آدم الحسامي قناة بلقيس عدم